بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي الحقيقة وأنا قعد دلوقتي كنت أعب أتفرج على الفيديو اللي كابت الخطيب كان متواجد فيه في جامعة المنصورة هنتكلم كثير عن هذا الموضوع لكن الحقيقة يعني كابت الخطيب بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من هذا الجيل والجيل اللي قبلنا واللي قبلنا واللي قبلنا ليس مجرد لاعب كرة قدم لا ليس مجرد رئيس للنادي الأهلي على الرغم من عظمة كل رؤوسائي للنادي الأهلي ليس مجرد حد بنتعلم منه حاجات كتيرة جدا 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 ولكن كابت الخطيب بالنسبة لنا كلنا وأنا بتكلم على الأقل عن الجيل بتاعي كابت الخطيب بالنسبة لنا كلنا هو حاجة كده بنتفرج عليها بنتعلم منها كل حاجة تعلم منها إزاي نلبس إزاي نتكلم إزاي نحترم اللي قدامنا إزاي نقدر ناخد قرارات في أوقات مناسبة إزاي نعمل ما هو مناسب للنادي الأهلي ده اللي احنا بنتعلمه من الكابت الخطيب وكل الأجيال السابقة هناك أسماء كبيرة جدا ولكن أنا بتكلم على كابت الخطيب ومش عشان أنا في قناة النادي الأهلي إطلاقا أنا يمكن حتى في قنوات سابقة كنت بعمل حاجات أكتر من اللي أنا هقولها النهاردة يمكن أنا النهاردة عشان أنا موجود في قناة الأهلي فممكن أكون عشان محدش يقول كذا ولا كذا ولا كذا ولكن أنا بالنسبة لي كابت الخطيب ده في مكان تاني خالص عن كل بقية اللاعب كرة القدم بنحبه أنا شخصا بحبه وتربيت على حبه من حب أبويا له ومن حب اللي قبل أبويا له الحقيقة يعني وبالتالي خصوصا إحنا اتعاملنا معاه بشكل شخصي يعني أنا الحمد لله والشكر لله أن أنا كان ليا الشرف في وقت من الأوقات أن أنا أتعامل مع كابت الخطيب كنائب لرئيس النادي الأهلي وأنا كنت لعب لسه في نادي الأهلي في ذلك الوقت وبالتالي لما باجي أتكلم على كابت الخطيب بأتكلم عنه كإنسان ككل حاجة كلعب كرة قدم كإنسان كإداري كنائب رئيس للنادي في ذلك الوقت وثم رئيسا للنادي الأهلي حاليا أشياء كثيرة جدا 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 تخليني أتكلم على هذه الأسطورة مش مجرد أن احنا بتكلم على كابت الخطيب مش مجرد أن أنا بتكلم على رئيس النادي الأهلي إطلاق والله أبدا بعيدا عن أنه هو رئيس النادي الأهلي أنا بتكلم عنه أنه يا ما تعلمت منه أجيال كثيرة جدا الاحترام الحب حب بإسم النادي اللي أنت بتلعب بإسمه أو اللي أنت بتنتمي لي قد ايه هو بيحب النادي ده من قلبه قد ايه هو متأكد ان اي حاجة بيعملها بيعملها عشان خاطر حاجة واحدة بس عشان خاطر اولا يرضي ربنا ثانيا علشان يرضي جمهور النادي الاهلي فعلا الكلام ده وفي حاجات الواحد ما يقدرش يتكلم معه على الهوى فيها فحاجات كتيرة جدا تخص هذا النجم وكيفية التعامل في امور معينة ممكن الواحد يكون عارفها ولكن من الصعب ان احنا نتكلم فيها على الهوى مباشرة زي ما قلت لحضراتكم بالنسبة لي وبالنسبة للجيل بتاعي بالكامل كابت خطيب بيمثلنا الكثير والكثير والكثير وسيظل كذلك اذا كان رئيسا للنادي الاهلي او اذا لم يكن رئيسا للنادي الاهلي كابت خطيب ما حدش ياخد كلامي ده باي طريقة ولكن انا بتكلم حتى كابت خطيب هو عندما لم يكن رئيسا للنادي الاهلي كان مثل لناس كتيرة جدا جدا من الاهلوية ومش الجيل بتاعنا بس يمكن الجيل بتاعنا واللي قبله واللي قبله واللي قبله عشان كده بقول لحضراتكم حربط الموضوع ده بشيء تاني بشيء مهم جدا يمكن حضراتكم كلهم مستنين ان احنا نتكلم فيه